أي ذهب نحو تقسيم البلد هو تنازل عن التعددية والديمقراطية لأن الحالة الشطرية لا تسمح بديمقراطية أبداً يعني الكائنة السياسية أصلاً مثل الكائنة الاجتماعية في البلد ممتدة شمال القنوب شرق وغرب وأي تقسيم للبلد ستتحول قوز من هذه الكائنة اللي هنا ضد الكائنة ولذلك تنقض عملية العملية الديمقراطية وأن تلاحظ يعني ما الذي يقري في عدن مهم جداً ولذا كنا نرفض مسألة العودة إلى العسر الشطري يعني هنا المسألة ليست صراع على المناصب والكراسي هذه المسألة ليست واردة لتقمع اليمني الإصلاح الآن رغم ما يبدله التقمع اليمني للإصلاح من قياداته ومن قسده التنظيمي على مستوى الجمهورية لكنه لا يوجد له ولا واحدة من الرئاسات الثلاث داخل السلطة العامة في البلد داخل النظام السياسي لا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية خالي من يعني كاد رأس هرم السلطة خالي من التقمع اليمني الإصلاح ليس هذا فقط وإنما أيضا تعالي استعرض المحافظات لا يوجد موظف واحد الإصلاح في عدل لا يوجد موظف واحد يعني في قيادة الإصلاح في حضر موظف يعني في شبوى التي يقال أن المحافظة الإصلاحي لا يوجد لديه وكيل لديه الإصلاح وكيل في تعز الذي يقال أن الإصلاح بقوة يعني نحن في الإدارة العامة المحافظة نحن رقم ثلاثة في تعز في تعز المؤتمر الشعبي العام رقم واحد الحزب الشراكي رقم ناصري ونحن رقم أربع يعني هذا ما ما لا يستطيع الآخرون منافسة تنابيه هذه إيجابية أم سلبية والله يا أخي هي الشعب اليمني يخبرك ليس من أجل الوصول إلى الحكم وإدارة الدولة بل من أجل إيجاد الدولة وقع على الوصول إلى الحكم متاحة لكل اليمنيين ما يش منافسة انتخابية الآن حتى نحرس على السيطرة على المناصب كان هم التجمع لمن الإصلاح هو مساندة القيش والقوات المسلحة لإعادة لتوقيف هذه العربة علبة الموت حتى تعود العملية السياسية إلى مجرها يعني هذه المعركة من أجل عودة الدولة والعملية السياسية يعني ليست الحرب من قانون الذي فرض الحرب نحن يعني الشعب اليمني لم يفرض على نفسه الحرب لا يوجد شعب في العالم يفرض على نفسه الحرب الحوثية هي التي فرضت على نفسها الحرب تحولت إلى أداة في يد إيران وإيران تستخدمها كورقة وتعبث بها في اليمن وتعبث في المنطقة من خلال اليمن يعني وجد الشعب اليمنين كل مكتسباته مهددة بل حياته أيضا مهددة حقوقه الأساسية كإنسان مهددة فضلا عن الحقوق السياسية فقرر يخوض الحرب من إجل إيقاف الحرب يعني ما الذي جعل الحرب سنة دائمة عندنا في اليمن مجموعة من الأسباب وعلى رأسي أن الدولة لم تحتكر حق السلاح كما أشارت الكلمة حيازة السلاح هذا حق خاص بالدولة يعني حيازته واستخدامه بمجرد أن يخرج السلاح عن سيطرة الدولة معناته أننا افتتحنا عصر الحروب ولذلك كان المعركة من إجل إخراج السلاح من ساحة العمل السياسي نخرج من ساحة العمل السياسي كما نخرجه من ساحة المدر حتى يستطيع الشعب أن يتحرك سلاسيا